السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يربو كل اخواتنا المشاهدين المتابعين يكونوا بألف الخير ازاي قدرنا نعمل حاجة بسيطة وجهاز بسيط جدا ولكن نقدر نختبر بكابل الدش بكل سهولة نقدر نختبر الكابلات اللي زي كده ساعات بيكون فيه قطع في الكابل في اي مكان وانا مش عارف ان الكابل فيه قطع وحابب اختبره هقدر اوصل الطرف الاول اوه في الجهاز الصغير اللي قدرنا نعمله وانوصل الطرف الاخير مجرد ما وصلت الطرفين اللامبة نورت زي ما انتو شايفين افصل اللامبة هتفصل طيب لو فيه قطع في اي مكان فيه الكابل زي ما انتو شايفين الكابل كم متر وقدرنا نقيسه برضو بنفس التروين كان طوله مئة متر هتقدر تقيسه وتختبر ازا كان الكابل ده سليم ام لا هنقدر نفك دلوقتي حالا ونشوف اي درنا نعمل الجهاز ده او الفكرة دي ادرنا نعملها من ايه بالظبط هي حاجة بسيطة هتقدر تعملها عندك بدون معاناة كده انا فكيت بالشكل ده انا موجود بالداخل بطارية ليسيوم اه بطارية واحدة وجبنا لمبة اللامبة الصغيرة دي جبنا لمبة من بتاعة الكشاف اي لمبة لد زي كده هتقدر تجيبها وتوصل الطرف المجب والسالب على البطارية بالشكل ده هنا بقى جبنا ايه جبنا هنا التيونر بتاع الريسيفر اي ريسيفر قديم عندك تقدر تفك علبة التيونر زي دي كده بعد ما تفك التيونر ده هتبدأ توصل الاطراف فيه هنا طرف فيه المنتصف وفيه طرف في المنتصف اهو يعني انا لو جبت الطرفين بتوع البطارية هم جبتهم على التيونر على اول واحدة وبعد كده انا عايز اللامبة تاخد من الطرف الثاني هنا خدت الطرفين بتوع البطارية على النقطتين دول الارض اهو ووصلنا على الطرف المجب اللي في المنتصف وجيت هنا ووصلت كده اهو يفترض ان اللامبة ان اللامبة الليد دي هتاخد من الطرفين اللي قدامي دول اهه مجرد ما وصل بقى الطرف الثاني اهو اللامبة نورت معايا زي ما انتو شايفين اهه كده تمام اللامبة منورة معايا اذا انا عندي جهاز اختبار بسيط للغاية بكده انا قدرت اعمل جهاز اختبار لكابل الديش بتكلفة قليلة جدا وبحاجة بسيطة ياريت اخويا اللي بيشوفني الان يدعمنا بلايك وكمان يشاير الفيديو بتاعنا عنده عشان نقدر نستمر وينتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته